هذه أبرز العناوين الصحفة الإسبانية تعلق على غياب لامينيامال عن لائحة الرقرقية عجلة أتليتيكو مادريد تفجرها وتطلب التعاقد مع نجم المنتخب المغربي المغربي ينجح في خطف موهبة ريال مادريد من إسبانيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الصحفة الإسبانية تعلق على غياب لامينيامال عن لائحة الرقرقية صراعة الصحفة الرياضية الإسبانية إلى التعليق عن غياب نجم برشلون لامينيامال عن لائحة المنتخب الوطني المغربية التي أعلن عنها المدرب وليد رقرقية واختلفت تحليلات الصحفة الرياضية للخبر حيث ذهب البعض منها إلى تأكيد إلى أن النجم برشلون اختار المنتخب الإسباني على حسابه المغربية بالسبب المشروع الرياضية حيث أكدت صعيفة موندو دي بورتيفو أن لامينيامال أعطى موافقته لحمل قميس إسبانيا خلال الاجتماع الذي تم عقده في مقر الاتحاد الإسباني وكان إلى جانب اللاعب أسرتها التي وفقت على حمل اللاعب لقميس إسبانيا وكان وليد رقرقية قد تحدث في الندوة الصعفة التي عقدها صبح أمس الخميس بمركب محمد السادس بالمعمورة للإعلان عن لائحة المنتخب المغربي للمباراتين المقبلتين حيث تحدث عن موهبة فرق برشلون لامينيامال وأكد أنه التقى بها ليقنعه باللاعب للمنتخب مشيرا إلى أن الاختيار بالنسبة إليه لن يكون سهلا لا سيما بالنظر إلى سنها لأنه صغير السن ويتعرض لضغط كبير يشار إلى أن قائمة المنتخب الإسباني التي تم إعلانها اليوم قد شهد التواجد اللاعب لامينيامال الذي سيحضر برفقة المنتخب الإسباني عاجل أطليتكو مادريد تفجرها وتطلب التعاقد مع نجم المنتخب المغربي السقر نادي أطليتكو مادريد الإسباني على نجم مغربي لتعويض رحيل المرتقب للبرتغالي جوافليكس عن الفريق خلال الميركات الصيف الجاري وفق ما أورده راديو ماركة الإسباني فإن أطليتكو مادريد يتفاعل بالإجاب مع عرض برشلون المتمثل في الاستغناء التام عن جوافليكس مقابل ضم المغربي عبد صمد الزلزول على سبيل الإعارة وتبع أن برشلون يرحب كثيرا برحيل المغربي عن الفريق إن تم الاستفادة منها عبر إبراهيم صفقة يعتبرها الفريق الكتالوني قوية ودات نفع مرتقب في المقابل يرغب المغربي في الاستمرار مع برشلون والمنافسة على الأساسية في الفريق بيد أنه لا يمنع المغادرة إن تأكد له ابتعاده عن خدمة المدرب تشافي هيرنانديز المغربي ينجح في خطف موهبة ريال مادريد من إسبانيا نجح كالشاف والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في خطف موهبة ريال مادريد يوسف إنريك الخديم من المنتخب الإسباني وإقناعه بحمل قميس المنتخب المغربي وسينضم الخديم صاحب السبعة عشر سنة للمنتخب المغربي تحت العشرين سنة في انتظار ضمه لصفوف المنتخب المغربي الأولمبية المقبل على المشاركة في أولمبياد باريس 2024 تحت إشراف المدير الفني عسام الشرعي بحسب ما نقل موقع العربي الجديد وفي سياق المتصل كشف العربي الجديد نقلا عن مصدر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه جرى إقناع موهبة نادي فينورد الهولندي أيضا أيوب وارغي الصاحب الخمسة عشر عاما فقط من أجل اللاعب مع المنتخب المغربي وتمكن كشف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من إقناع اللاعب أيوب وارغي باللاعب مع المنتخب المغربي ليخطفه من هولندا التي تمنحه شارة القيادة في صفوف منتخب أقل من ستة عشر سنة الرقراغي يرفض بيع الوهم للجماهير المغربية ويؤكد أن الفوز بالكان صعب ويرض على منتقديها رفض الناخب الوطني وليد الرقراغي بيع الوهم للجماهير المغربية بتقديم وعدين بالعودة إلى بوديوم كأس إفريقي للأمم في النسخة المقبلة المرتقبة بداية العام المقبل بدولة كوديفوار بعد 47 سنة من الغياب منتقدا المشككين في قدرة العناصر الوطنية على مواجهة أقوى المنتخبات الإفريقية ويبدو أن مباراة شهر يونيو الماضي خلطت أوراق الرقراغي استعداد لكان 2023 بعد المستوى الباهث الذي قدمت العناصر الوطنية في أول ظهور رسميا بعد الإنجاز التاريخي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم بقطر بتعادل ودي مخيب بالرباط أمام رأس الأخضر وخسارة بجوهانسبوك أمام جنوب أفريقيا لحساب الجولة قبل الأخير من تصفية كأس أفريقيا للأمم وقبل المباراة انتحدت الرقراغي مدفوعا بحمس الإنجاز المونديالي بقطر والفوز الودي على البرازيل عن حضود الأصود في كأس أفريقيا المقبلة وأكد أن النخبة المغربية ستقاتل من أجل تتوجب اللقب بيد أنه عاد خلال الندوة الصعافية التي عقدها صباح أمس الخميس إلى خطاب الواقعية وأكد أن أهدفه بولوغ دور نصف نهائي الذي لم نصله منذ قرابة العشرين عاما والمحدد في عقده من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وقرى النخب المغربي أثناء رده على أسئلة الصعافيين بعد الكشف على لائحة الموجه لهم الدعوة لمباراة ليبيريا وبورك نفسو بأن كأس أفريقيا ستكون صعبة على المنتخب المغربي والمنافسة فيها مختلفة عن مباراة المونديال مؤكدا ليس لأننا وصلنا نصف نهاء كأس العالم سيرمى علينا الضغط من أجل الفوز بلقب كأس أفريقيا لست متفقا مع هذا الأمر مسترسلا أكيد نحلم بالفوز بكأس وتقديم مستوى جيد لنسعد جماهيرنا ولكن الواقع يقول إن آخر اللاعب خاض نصف نهاء المسابقة وموجود الآن مع المنتخب هو أنا ومر على ذلك عشرين سنة في إشارة إلى غياب الاستمرارية داخل المنتخب المغربي ويرى الرقراغي أن مطالب الجماهير بالعودة بلقب الكار من أرض الفيال ليست واقعية فالمنتخب المغربي تعاقب على تدريبه مدربون كبار ومنهم من فاز بكأس أفريقيا لكنهم لم يتمكنوا من بلوغ نصف نهائية مستدركا أكيد أننا نريد الفوز باللقب لكن هناك أهداف يجب تحقيقها قبل ذلك وأكد صاحب السبعة والأربين عاما أن طريق العودة إلى منصة تتويج كأس أفريقيا للأمم تمر عبر أن نصبح منتخبا يصل إلى مربع الكبار لكأس أفريقيا بشكل متواتر حتى نصير معتدين على بلوغ نصف النهائي والنهائي لنفوز بعد ذلك باللقب لكن لا يجب أن نصلط الضغط الآن لأننا بلغنا نصف نهاء كأس العالم فكأس أفريقيا ستكون صعبة وشدد الرقراغي على أن هدفه في كأس أفريقيا المقبل بلوغ المربع الدهبي الذي يحد عقدة لأصود الأطلس وعن أسباب فشل النخبة المغربية في التأهل إلى نصف نهائي منذ نسخة 2004 بتونس قال الرقراغي لدينا مشكل في كأس أفريقيا فلم نتمكن من تجاوز ربع نهائي منذ وقت طويل فهل هو مشكل تقنية؟ لا أعتقد أم تكتكي؟ لا أظن إذن فهو مشكل نفسي وسنحاول كما في كأس العالم الماضي أن نتجاوز هذا العائق النفسي مقرن كلام تغيير مقارنة مع شهر يونيو الماضي ولكنها الواقعية سنعمل من أجل تجاوز هذه الحالة النفسية لتحقيق هدفنا المسطر في كأس أفريقيا هذه أبرز العناوين الصحفة الإسبانية تعلق على غياب لامين يامل عن لائحة الرقراغية عاجلة أتليتيكو مادريد تفجرها وتطلب التعاقد مع نجم المنتخب المغربي المغربي ينجح في خطف موهبة ريال مادريد من إسبانيا